جدع النخلة يفسد على العراقيين فرحة الاربعين عامة ايران تحذر من اطلاق النار على الاقدام واختر اسرار المافيا في قبضة الشرطة هذه الاخبار وغيرها ننقلها لكم من قناة الحدث خليجي 25 البطولة التي انتظرها العراقيون اربعين سنة لم تكتمل فرحتهم فيها اليوم قبل المباراة النهائية بين منتخب بلادهم ونظيره العماني بدأت الازمة بتجمهر المشجعين في البصرة منذ صباح الخميس وحاولوا الدخول الى ملعب جدع النخلة مما ادى الى الاكتظاظ امام ابواب الملعب وحصول التدافع واسفر عن وفاة واصابة مشجعين لكن قائد عمليات البصرة علي الماجدي اعلن سيطرة القوات الامنية على التزاحم حول استاد نهاي كأس الخليج لكرة القدم وانسحاب اغلب الجماهير من محيطه مما اعاد المباراة الى موعدها التوترات الاوروبية الايرانية متواصلة احدثها تصنيف الحرس الثوري منظمة ارهابية وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان ابلغ مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي جوسيب باريل تحذير بلاده من ان الاتحاد سيطلق النار على قدميه ان لجأ للتصنيف البرلمان الاوروبي كان دعا الاتحاد الى تصنيف الحرس الثوري منظمة ارهابية واتهمه بقمع الايرانيين بصورة وحشية كذلك طالب البرلمان بادراج المرشد علي خامنئي والرئيس ابراهيم رئيسي والمدعي العام الايراني على قوائم العقوبات تنافس العملة اللبنانية الليرة تنافس نفسها في النزول الى الهاوية امام الدولار الامريكي فاليوم وصل سعر صرف الليرة مستوى تاريخيا غير مسبوق هو اكثر من خمسين الفا للدولار رغم ان سعر صرف الدولار الرسمي هو الف وخمسمائة ليرة هذا في الوقت الذي اخفق فيه مجلس النواب اللبناني للمرة الحادية عشرة في انتخاب رئيس جديد للجمهورية التي تعيش فراغا رئاسيا منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشيل عون اخر اكتوبر الماضي في سوريا المجاورة ازمة اقتصادية اجتماعية سياسية مركبة تركيبا مرة احد تجليات الازمة حوادث الانتحار التي باتت تطال حتى طلبت الماجستير اذ رمى احدهم نفسه من الطابق الخامس في دمشق رغم ان زملائه يشهدون له بالسلوك المعتدل الخالي من اية اضطرابات بحسب ارقام منظمة سوريون من اجل الحقيقة والعدالة ازدادت حالات الانتحار في عموم المناطق السورية بشكل ملحوظ خلال عام 2021 والاشهر الثمانية الاولى من عام 2022 مع ترد الاوضاع المعيشية بعد المطارضة التي دامت ثلاثين سنة والاعتقال الذي اعقبها لا تزال خفايا عن اخطر رجل مافيا ايطالي تتكشف فقد عثرت الشرطة الايطالية على مخبأ سري يشتبه بان زعيم المافيا ماتيو ميسينا دينيرو كان يستخدمه خلال رحلة فرار من العدالة الشرطة دهمت شقة لدينيرو في مدينة مازار في جزيرة سيقلية على امال العثور على وثائق مكتوبة قد تكشف عن تفاصيل الكثير من الجرائم المتهم بها خاصة ان الرجل لن يفصح عن اي شيء في التحقيقات معه كما هو متوقع